دعاء الأول يا أخواننا اللي هو سيدنا أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الحجاج ويعني يريد أن يبتش به ولكن لما دخل سيدنا أنس على الحجاج قام الحجاج ورحب به وسلم عليه وكأنما صارت الميذا لأنس ابن مالك فلما ذهب أنس قالوا له أنت هيئت أن تبتش به من الذي غيرك قال والله رأيت فحلا من العبل على رأسه لو كلمته لأكلني قالوا لعل رسول الله خصه بشيء من الدعاء إذا دخل قال اذهبوا إليه عطى لأولاده ميتين ألف درهم قال أعطوها لمالك واخذوا منه هذه الكلمات فأبى سيدنا أنس ابن مالك خادم رسول الله أن يقبل الفلوس وعبى أن يعلم قال رسول الله أخذ علي العهد أن لا أعلم هذه الكلمات للسفهاء فانتظروا إلى أن مات فسألوا أنس خادم أنس أو الذي كان عند أنس هل علمك؟ قال نعم ولكن أوصاني أن لا أبوح بهذه الكلمات حتى يموت الحجاج فلما مات الحجاج علمهم هذا الدعاء قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فلا أخاف معه من شيطان ولا سلطان ولا سبع هذا الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب العرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا بسم الله افتتحت وعلى الله توكل الله ربي لا اشرك به احدا اسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم اللهم اني استجيرك من كل شيء خلقت واحترس بك منهم واقدم بين يدي ذلك من امامي قل هو الله احد من الاولى الاخرى ومن خلف كذلك وعن يميني ومن فوقي ومن تحتي وتقرأ ست مرات قل هو الله احد هذا الدعاء